قصة غريبة جداً حصلت بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات وبين الفنان عاد الإمام والسبب كلب الكلب ده أصبح مشكلة في البيت الكلب ده عمل مشكلة كبيرة لدرجة أن عاد الإمام حكى القصة بنفسه بعد ما عد عليها سنين واسنين حضر في نجال الأهوة اللذيذ بتاعك وتعالى مع بعض نسمع القصة دي الفنان عاد الإمام ظهر في لقاء تلفزيوني زمان وحكى عن تفاصيل هدية غريبة جت له من الرئيس السابق السادات والهدية كانت بترعب أي حد يزور الزعيم في بيته والحكاية أن عاد الإمام خلال فترة السبعينات كان بيقدم مصرحية اسمها قصة الحي الغربي والمصرحية دي بقى كان فيها مشاهد كتير بتنتقد الوضع في مصر لكن بطريقة كوميدية يعني من الآخر بتخبط في النظام بس من تحت لتحت وطبعاً في السادات اللي هو كان ماسك الحكم ساعتها وبعد ما خلص عرض مصرحيته مراته قالت له ألحق ده فيه مكالمة جاية لك من رئاسة الجمهورية فجأة لقيت مراتي بتكلمني بتقول لي تكلمه من رئاسة طبعاً الزعيم اتخض جداً ومسك التليفون على طول وعرف إن فيه زيارة قريبة هيعملها ممثل عن الرئاسة لبيته وطبعاً هوشه جاب ألوان وقال ساعتها يا أرض انشائي وبلعيني أكيد السادات شاف المصرحية اللي أنا بقدمها وعارف إن بخبط فيه وفي النظام أنا كده نهايتي قربت والسادات أكيد شكله زعلان مني ومش حيقوم لقومة تانية وفضل مش على بعضه لفترة كبيرة لحد ما اتفاجئ في يوم إن فيه عربية فخمة جداً وقفت قدام بيته وخرج منها أربع رجالة لبسين هدوم بيضة الزعيم أول ما شافهم قال أكيد دول من مستشفى المجانين وجايين عشان يرموني فيها هناك ويعقبوني بسبب اللي أنا عملته أنا قده بتواصلات المجانين ده اللي ياخدوني لكن الزعيم اتفاجئ إنهم سلموا صندوق ضخم جداً وقالوله الصندوق ده دية من الرئيس السادات حافظ عليه وحطه في عينك لتنين طبعاً عادل إمام اللي وشه كان أصفر وجسمه كان بيترعش من الخوف نسي كل حاجة وفرح جداً بالهدية دي وخصوصاً إنها جاية من الرئيس الجمهورية بنفسه يعني مش من أي حد وفتح عادل الصندوق ولقى جوا كلب وحكى عادل وقال إن السادات كان بيحب الكلاب جداً وظهر بالفعل مع كلب قبل كده في أكتر من صورة وأول ما عارف إن الزعيم هو كمان بيحب الكلاب قال لازم ولابد أبعث له واحد هدية وبعث له كلب من فصيلة بلاكشاك على الرغم من إن عادل إمام كان فعلاً بيحب الكلاب لكنه ما كانش بيحب يربيها أو يسيبها معاه في البيت لكن حكم القوي بقى خد الكلب معاه البيت وكان مهتم بيه جداً وقال بهزار كده إن هو وأهله بيحترموا الكلب ده قوي ابتديني أنا احترم الكلب جداً طبعاً ده هي من رئاسة والصراحة كان لازم يعاملوه كده يعني ده غير إنه كان بيدربه وبياخد باله من كل حاجة تخصه ولدحكك بقى في الموضوع إن أي فنان كان بيزور عادل إمام أو حتى حد من صحابه القريبين كان بيخاف يتكلم معاه قدام الكلب لأنهم كانوا مفكرين إن الكلب ده بيسمع كلامه وبيسجل لهم وختم عادل إمام كلامه وقال إن الكلب ده اتسرق بعد كده لقيت مراتي بتعال بتقولي ده كلب اتسرق قلت الحمد قصة غريبة جداً ولا في الخيال حكاها النجم عادل إمام بس لو أنتوا عايزين تعرفوا الكصص أكتر من النوع ده فحتلاقي كتير الفترة اللي جاية وما تنسوش تتابعونا على عين مصر